هل يصح أن نقول أن أعمال المسيح مش بس بتعبر عن مصداقيته لكن تؤكد لهوته زائد يعني الدليل الأكبر قيامة المسيح من الأموات تمام في ختمة إنجيل يحنى كل الآيات التي ذكرت كلمة آية عن معجزة كل المعجزات التي ذكرها يحنى أما هذه فقط كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه إذن غارت تقديم المعجزات برهان أن المسيح هو الله أيضا قيامة المسيح من الأموات تبرن أنه هو الله فمثلا رمي واحد يقول وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات أي أن قيامة المسيح من الأموات برهانت أنه هو الله ابن الله وطبعا يعني خلينا أقول في الختام معانا أكم دقيقة أخ عياد أنه كل هذه البراهين فعلا اللي هي بتوضح لنا صورة شخص رب يسوع المسيح بدون أي تنازل أو تهادن أو حتى مساومة ولا حتى مسايرة إما أن تؤمن بيسوع أو ترفض يسوع المسيح ما فيش حال من اتنين يعني نحاول نطر الموضوع نقول أوكي معلم وصانع معجزات مثل ما البعض بيدعي اليوم خلينا نردد سؤال المسيح الذي قاله للتلاميذ وأيضا يقوله لكل إنسان الآن في كل مكان من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان وكل واحد يرد أنت رسول من الله مش كفاية أنت نبي عظيم مش كفاية أنت معلما جليلا مش كفاية لكن ما هو المطلوب قول بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي طوب لك يا سمعان ابن الله هذا إعلان من الآب فالتعريف الوحيد للمسيح هو الذي يحدد قبولي أو رفضي عندما أؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد وهو الكفار الكامل وليس بأحد غيري الخلاص طوب لك طوب لك يا لسعادتك أنت الآن من ضمن خليقة جديدة قبلت المسيح في شخصه وفي عمله اشتركوا في القناة